السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شيء سنبدأ به الحلقة هي عملة Optimism السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول شيء سنبدأ به الحلقة هي عملة Optimism التي تم طرحها على منصة Keycoin ومنصة OKX السؤال المطروح هل نشتري العملة الآن؟ هل فعلا مشروعها مشروع قوي؟ كنا قد أشرنا إلى عملات قوية مثل Arbitrum مثل Zixnake هذه العملة القوية التي تشغل الأتريوم بها فريق قوي تقريبا نقول هذا مشروع أتريوم Zixnake يشتغل لحل مشاكل الأتريوم كذلك Optimism من العملات التي تشتغل لإعطاء حلول الأتريوم تريد تطور لنا شبكة الأتريوم مشروع مشروع قوي ولكن سنتحدث على أمور ممكن أن تجعل سعر العملة ينخفض لأكثر من الأسعار التي نراها حاليا كذلك سنناقش في عملات مثل Luna Classic والLuna العادية أسئلة كثيرة بخصوص هذا الموضوع إذا بقي لنا الوقت في هذا الفيديو سنتحدث عليهم Luna Classic والLuna عادية كذلك عملة طريحت لي كثيرا O-Engine كذلك أسئلة كثيرة على عملة Solana هل سعرها الحالي سعر مناسب للشراء والتخزين هل لديها Max Supply محدد Max Supply غير محدد في عملة Solana وكذلك العملة لديها نظام Proof of Stake العملة مجانية من فريق العملة Solana عملة Solana لا تحتاج لطاقة لاستخراج عملة Solana هذا هو العيد في Proof of Stake ولكن يجب أن يتم تحديد Max Supply تحديد لنا Max Supply هو أمر مهم في Proof of Stake والعملة عملة Solana ليست لا مركزية بل فيها جانب مركزي عملة Solana المهم ليست من العملات التي أقول لك أفضل عملة بالنسبة لي لا بل Solana تبقى أقول في الرتبة أو أعطيها 11 أو 12 أو 13 بالنسبة لي هناك عملة أقوى منها بكثير أبرزهم Polygon Avalanche Doot Link هذه عملة بالنسبة لي Aada أقوى بكثير من عملة Solana المهم هذا ليس موضوعنا ولكن سنتحدث على أمور مهمة جداً أول شيء عملة Arbitron ممكن شهر سبعة سيتم طرح التوكن الخاص بهم تبقت تقريباً شهر وسيتم طرح التوكن Arbitron من المشاريع التي تشغل للأتريوم Layer 2 Skylane تريد أن تعطي حلول أفضل من الحلول التي أعطتها Polygon للأتريوم كذلك أبتميزم من العملات والمشاريع التي تشغل لنا Layer 2 تشغل لحل مشاكل الأتريوم تم طرح العملة اليوم على منصة Keycoin ومنصة OKX ومنصة أخرى ظهرت بسعر تقريباً الأربعة ونصف دولار والآن في أسعار الواحد دولار العملة انخفضت من أسعار أربعة دولار إلى الواحد دولار فدائماً حاول أن لا تتسرع في استثمارك في أي عملة وحاول أن تقوم بدراسة الجوانب الأخرى أهم جانب هو ما يروج من العملة وما هو الماكس سبلاي فتوتر سبلاي نرى أربعة فاصلة إثنان مليار فقط الماكس سبلاي غير محدد كنت في تواصل مع فريق العملة على التليغرام ليس هناك لحدود هذه الساعة ماكس سبلاي محدد والأمر الثاني هو أن هناك أشخاص يقومون بالبيع في هذه الفترة في هذه الأوينة لأنهم قاموا بعمل AirDrop وقاموا بتوزيع جزء من العملة من التوكن عمله تقريباً AirDrop والآن نرى العملة تنخفض لهذا الغرض هناك بيع ولا زال هناك بيع من فريق العملة ومن الأشخاص الذين حصلوا على AirDrop فبالنسبة لي حالياً لم أشتري عملة Optimism وأطمع في أسعار أقل بكثير من أسعار الموجودة حالياً مثلاً 10 سنج في هذه الأسعار سنحاول أن نكون قريبين منكم عندما يظهر لنا السألة المناسب سنقولها لكم أو سنضعها في التليغرام إن شاء الله فبالنسبة لي سعر الحالي 1.10 سنة بالنسبة لي سعر غير مناسب لعدة اعتبارات رغم قوة المشروع Optimism من المشاريع القوية والجيدة والموتوقة من الأتريوم من العملة التي ممكن سيتم إدراجها على منصة Binance ونعلم أن كل عملة يتم إدراجها على Binance يرتفع سعرها ممكن أن تدخل العملة في اتجاه تنازلي وتنخفض وأنا ذاك يمكننا أن نشتري عملة Optimism دائماً هناك فرص في السوق دائماً حاول أن تكون صبوراً حتى تجد العملة التي ممكن أن تستثمر فيها وتعطيك ربح مشروع Optimism من العملات التي كنت قد بحثت فيها قبل أن يتم طرح مشروعها مشروع جيد بخصوص الArbitrum من أفضل Arbitrum أو Zex Neck أو Optimism بالنسبة لي Arbitrum أفضل بكثير من Optimism Zex تقريباً أفضل من الArbitrum بقليل مشروع قوي 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 جداً يعني المشروع الذي ممكن أن أعطيه 9 على 10 Arbitrum و Zex أعطيهم 9 على 10 Optimism يعني أعطيها تقريباً 8 إلى حدود 8 ونصف على 10 فبالنسبة لي المشروع الذي تحدثت عليه كثيراً Arbitrum أنتظر بفارغ الصبر المشروعين إن شاء الله ممكن هذه العملات سيتم إدرجها على المنصات الكبرى بشكل مباشر مثل Coinbase, Binance والمنصات الأخرى المعروفة كما قلنا بخصوص العملة تم طرحها اليوم دائماً العملة التي تطرح جديدة تنحاول أن ترى ما يروش في العملة حالياً غير موضح كم يروش في العملة غالباً سيكون ما يروش حالياً في العملة ممكن أن تكون 600 مليون, 500 مليون, 800 مليون خصوصاً أن هناك كان AirDrop هذا الرقم وطوطة Supply لدينا 4.3 مليار وحدث عملة Optimism الآن سنتحدث على الموضوع الذي خلق جدلاً كبيراً ليس هناك أي تغيير فلو نرى هنا التارة الثانية التي ما يروش بها حالياً 210 مليون والماكس سبلاي محدد في مليار يعني هنا محدد لنا ماكس سبلاي مليار ولكن هذا الشارط لنا مختلف هنا العملة ما يروش فيها هو 6.5 تريليون هذا الشارط لعملة يروش فيها 6.5 تريليون فكيف أن تأخذ نفس الشارط وتغير الماكس سبلاي وكأن يريدون أن يظهروا لنا مثلاً عندما تمر سنين ممكن لشخص أن يقول لاحظ عملة كان سعرها 120 دولار قفضت لسعر 3 أصفار وعادت للصعود وكأن شيئاً لم يقع سعدت لـ 18 دولار بل عندما قاموا بعمل سواب وأصبح ماكس سبلاي هو مليار يجب أن يتغير هذا الشارط ويصبح للعملة شارط جديد بخصوص هل أنا مستثمر في لونا لا يمكنني أن أستثمر في عملة لونا ضربت مستاقيتها ولو مثلاً يعملوا لعملوا لن تعود تلك الصورة الأولى التي كانت على هذا المشروع فبالنسبة لي ليست لدي أي فكرة أو فكرت في الاستثمار في مشروع لونا فبالنسبة لي ليس مشروع جيد للاستثمار مشروع لونا ولو يفعلوا ما يفعلون يحرقون لا يهمني هذا المشروع باتاً صراحة هناك مشاريع صراحة عديدة وكبيرة لذلك دائماً كنا ولو كانت هذه العملة كانت ترتفي إلى 120 دولار وكانت في أسعار مرتفعة والكل يتحدث عليها لم ننصح بها بتاتاً ولو كانت حديثة السوق كل يتحدث على صورة ما إشاري صورة ما إشاري التيرا انتظرها في ألطلال إشاري كذا إشاري كذا دائماً نحاول أن نفكر بشكل منطقي وعدم شراء العملات في القيمة ولو مثلاً لم يقع لهم هذه المشكلة العملة في الأصل كانت في القيمة كانت قيمتها السوقية حوالي 50 مليار دولار ما هو هدفك في استشمارك في عملة أو في مشروع قيمته السوقية 50 مليار دولار هذا ليساً استشمار العملات التي تكون مرتفعة وقيمة السوقية الخاصة بها كبيرة تحتاج إلى سيولة خيالية لكي مثلاً تحقق لك ضعفين فقط على أكس العملات التي تكون قيمتها السوقية صغير موضوع السوق حالياً رأينا إيجابية في البيتكوين ولكن الإيجابية حدثت أكثر من مرة وصلنا إلى 32 أرطلار موضوع الآن هو موضوع السكالبين ما عليك فئله في هذه الدرفية ارتفع السوق الآن أبيع العملات التي كنت اشتريتها عندما حصل الشورت بيعتها حالياً وأنتظر الآن نزول لكي أشري مرة أخرى أقوم بأمل سكالبين فقط هذه الدرفية التي نعيش وليست درفية تخزين للمدى الباعد بل سندخل في الروكود عندما ندخل في الروكود وندخل في حالة من الملل فدورة السوق ليست سريعة مثلاً دخلنا بير ماركت غداً ندخل بير ماركت وبعد غد بير ماركت وهكذا لا هناك دورة سعرية يعيشها السوق دائماً يحترمها السوق وهذه الفترة بالنسبة لأفضل فترة يمكنك أن تعمل سكالبي وحتى العملات التي نراها مرتفعة حالياً نأخذ أي عملة كما كان نوعها مثلاً عملة ظهرت فيها إيجابية لو نرى ويفز عملة ويفز العملة الروسية ساعدت بأكتر من 80% نرى في الفريم الخاص بالساعة لاحظ ما الصعود الذي حققته العملة من 4 دولار إلى 10 دولار حققت ربح جيد لكل مستثمر استثمر فيها ولكن لو نتحدث بشكل عام أين العملة الآن؟ كانت واصلت لـ 63 دولار وضروري أن يظهر لك الإيجابية في النزول لكي تدخل ولكي يعطوك أمل وتدخل مرة أخرى في القمة لكي يصرف عليك فإندما ندخل في الاتجاه النازل ضروري من التصحيح من هذه التصحيحات فالأمر عادي لم تعود العملة لأسعار التي كانت فيها لم تعود حتى لنصف الأسعار التي كانت فيها 28 دولار فالاتجاه العام للسوق في اتجاه تنازلي وأفضل مرحلة للشراء هي الأكي ميليشي هذه أفضل منطقة يمكن أن تشتري فيها وتخزي وأنت مرتاح فالوضع الخاص بالسوق وهل هناك نزول أكثر بالنسبة لي لازال هناك نزول أكثر من الأسعار التي نراها فيها الآن العملات الرقمية مثلا صولانة 45 دولار ممكن أن نراها في أسعار أقل بكثير عملة صولانة وكل العملات بدون استثناء ليست عملة صولانة فقط حتى البيتكون سيد العملات ينخفض وهذا أمر عادي جدا أمر آخر كنت سأنسى بخصوص عملة ترون الكلية تحدث على عملة ترون صرح مؤسس ترون جاستنسون على أنهم أوقفوا بشكل مؤقت طرح الدولار اللامركزي الدولار الخوارزمي الذي كان سيتم طرحه خلال هذا الشهر لعدة أسباب تقنية هذا ما تحدثوا به يعني أخروا موعد إطلاق الدولار اللامركزي الدولار الخوارزمي أنه ليس أمرا سهلا وما قالوا له هو حاول أن تقوم بعمل مثلا عندما تطرح الدولار لامركزي خوارزمي قم بعمل تجربته أولا لا تقوم بإطلاقه بشكل رسمي للعامة بل قم بإطلاق الدولار بشكل تجربة أولا لكي تعرف بعض الأخطاء فهناك الكثير من الأمور لا نعرفها الصراحة في الكواليس ولكن إذا حدث أي خطأ بخصوص هذا الموضوع فعملة ترون ستحصل لها ما حصل لعملة لونا لهذا رأينا تراجع لجاستنسون على هذه الفكرة حاليا بشكل مؤقت لحل بعض المشاكل فالوضع ليس سهلا تخيل مع الأتريوم الأتريوم تراجع من هذه الفكرة مشروع أفالانش من أقوى العملات الرقمية حاليا تراجعت من هذه الفكرة ترون كذلك من العملات القوية ترون من البلوكشينات القوية والتي يتم استخدامها بشكل كبير وبخصوص ديفا الخاص بهم هو في تساعد في نمو والآن في المركز الثالث واقترب من البينانس سمارتشين لو نرى على الدفاع لمالا أول عملة هي الأتريوم بدون النقاش لو نرى البينانس سمارتشين 8.8 مليار دولار ترون بـ 6 مليار دولار تجاوز أفالانش وتجاوز سولانا وعملات مثل بوليغون وفونطون وإذا نجح لهم هذا الأمر بخصوص الترون سنرى ارتفاع قوي في الترون وكل منتجات ترون عندما نتحدث على منتجات ترون هناك عملة هناك عملة جاست هناك عملة سون هناك عملات عديدة مثل وين هذه كلها منتجات تابعة للترون وهناك عملات عديدة غير موجودة على منصة فكذلك أسئلة وصلتني بخصوص عملة زيليكا عملة زيليكا رأينا بها إيجابية هناك اهتمام كبير من المستثمرين في الآونة الأخيرة على هذا المشروع السبب راجع لارتفاع الذي حققته العملة تقريبا كان سئرها 2 سنت ووصلت لأكثر من 20 سنت عندما نرى اي ارتفاع في اي عملة الكل يبدأ بالحديث والبحث عليها ولاحظت أن الكثير اشتروا في قمة العشرين سنت دائما حاول أن تبتعد عن القمة ولو يكون أقوى وأفضل مشروع ولو يتحدث رئيس دولة مثل ترامب عملة في القمة يقول لك اشتريها الآن لا تشتريها فالموضوع ليس موضوع شخص أو موضوع مشروع قوي بل موضوع هناك أشخاص اشتروا بأسعار قليلة وسيبيعون في تلك القمة سيصرفون موضوع آخر مهم بخصوص البيتكوين البيتكوين أسئلة هل هناك ربح في تعدين البيتكوين تخيل مع المعدنين الصغار الذين مثلا الذين خمس أجهزة ست أجهزة لا يعدنون البيتكوين من يعدنون ويتحكمون حاليا في البيتكوين هم المزارع الكبيرة صناعة السوق هم من يعدنون البيتكوين لأنك إذا أردت أن تشتري جهاز لتعدين البيتكوين ستخسر ممكن أن تعدن عملات أخرى ولكن ابتعد من تعدين البيتكوين فعندما ستبدأ بتعدينه أنت ستدخل في خسارة بشكل مباشر لأن البيتكوين يتطلب تكلفة كبيرة كنا قد تحدثنا لو تتذكرون تقريبا في سنة 2018-2019 على إنتاج البيتكوين في بعض الأحيان معدني البيتكوين يقفون عن تعدين البيتكوين ويقومون بشراء البيتكوين مثل ما حصل عندما حصل ذلك الشورج تقريبا عندما أهلنت الولد المتحدة الأمريكية حل الطوارئ الكثير من المعدنين اشتروا البيتكوين لأن كانت في ذلك الوقت تكلفة إنتاج البيتكوين أكثر من السعر الموجود حاليا كان السعره تقريبا 4200-4500 دولار كانوا يعدنون البيتكوين وفي نفس الوقت يشترون من السوق فصناع السوق هم المعدنين هم الذين يتحكمون تقريبا في كل الأشياء الدولار والذهب فحاولنا هذه الحلقة أن نتحدث على الكثير من الأمور المهمة فلا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتعاليقكم دمتم في رعيش الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته